قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي فكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح ظاهر خفه ومن يتأمل قول علي رضي الله عنه قد يتوهم أن هناك مخالفة بين العقل وبين السمع وهذا الوهم غير معتبر ومعتد به في الشرع ذلك لأن العقل الصحيش لا يخالف النقل الصريش ولذا قال عز وجل عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قال شيخ الإسلام رحمه الله دل على أن العقل موافق للسمع إذا كان هذا العقل سليما صحيحا أما إذا كان فاسدا فإن السمع لا يعتد بالفاسد ولذا لما فسدت عقول أهل الكلام طرح النصوص السمعية ونصبوا عقولهم حكاما على المعتقد فولجوا بعقولهم في أسماء الله عز وجل وفي صفاته زاعمين بأن العقل لا يدل عليها ولذا إذا استدلوا بنص سمعي يستدلون به على استشياء فيكون عندهم تابعا لا متبوعة وذلك إذا وافق هذا النص عقولهم فيما رأوه فيكون هذا القول من علي رضي الله عنه ليس حجة للعقلانيين فيما ادعوه من أن العقل هو المنصب والحاكم بل يجب أن يكون العقل تابعا للنص كما أن العامي تابع للعالم ولذا لما حكموا العقول تفاوتت أحكامهم وآراؤهم فوقعوا في التناقض فيما بينهم وفي التناقض في عقولهم الله المستعى